السلام عليكم الابنات متزوجات الجدد اليوم سوف نتعرف معه اللي الله تزوجه اللي حاملي لأول مرة و سوف نتعرفه معي على طرق الولادة سوف نطول لكم باش ما تكونش لا فيديو طويلة صراحة سوف نتعرف بزاف ولكن دائما سوف نكون مركزة على الوقت باش ما ننفوضش عشر ديال دقائق باش حتى انتم ما تفرجوا وما تخليوش لا فيديو غير في النص باش تكملوها حتى الاخير بالنسبة للبنات اللي الله تزوجه وحمله اول مرة عندنا الولدة الطبيعية والولدة القيسرية اللي هي لا سيزاريا بالنسبة كينا هنا بزاف ديال البنات للأمة ديال المتزوجات اللي فش يلا كيتزوجه تيكون لهم التخطيط للحامل على حساب البروغرام ديالهم مع الزوجواج من بعد الزوج مباشرة او من بعد واحد المدع اللي كان عندهم شي بروغرام المهم تيبقى هذا الامر متعلق بكم انا غادي هدر اون جنغال سواء زوج شو بغت حملي سواء زوج شو بغت تسمني واحد المدع عادي ان شاء الله تفكري في الموضوع بزاف اللي تيخافوا من اخذ حبوب من الحمل تيخافوا ياخدوا الفانيد تقولوا لهم باللي الله تزوج شي متى ما تشربيش الفانيد غادي يشدلك وكاتحير اشمن وسيلة غادي تدير اللي ولا بما يمكنش الفانيد خايفة منه اذا هنا كيبقى شادي نقول لكم صراحة هذا كيبقى وحد الموضوع شي شوية صعب الحساب حتى هو صعب لانه ممكن نحمله به اللي ما عندهاش العادة الشهرية منتظمة ممكن تحمل بهذاك الحساب اللي غادي تديره وبالتالي غادي يفشل تخطيط ديال الحمل اللي ماشي فوقته يعني انا ما بغاش نحمل دابا تلك الحساب ماشد ليش دونك اوتوماتيك مو غادي يكون حمل هنا شادي نقول لكم من بعد تلت شهر او من بعد ست شهر او من بعد ست شهر اعطوا الراسكم فرصة بعضها نصيحة ديالي كرأي شخصي كل واحدة ودبر راسها كرأي شخصي خليوا على الاقل واحد سيموة ستة اشهر من بعد الزواج جاعة تفكروا في الموضوع ولكن هاد الامر دائما سيتعلق مع علاج بالنسبة اللي المزوجين صغر ماشي مشكلة سيكون عندهم الوقت انهم انهم فين يتسمنوا وفين يزيدوا شي شوية كيف سيكون اللغة بوغ سكسيال كيف سيكون المهم كين اللي هي مزوجة كبيرة فوق ثلاثين عام او فوق ثلاثين عام او فوق ثلاثين عام كتكون شي شوية بغا تحمل في مدة قليلة يضغية بغا تسربي خايفة من السين خايفة مزاف ديال الامر هنا الامر كيختلف من واحدة من سيدة الى اخرى الولدة كان عندنا الطبيعية والقيسرية كيف ما تنعرفو في العالم كامل ولكن كتكون واحد الفئة من الول دايرا فراسها باش ولد طبيعية وكينة فئة اخرى دايرا فراسها باش منذب كتكون ولادة قيسرية وربما خايفة ما كتقدرش على ذيك الالم ربما عندها واحد الخلعة كبيرة واحد الوسوات القهري من الولدة الطبيعية او سمعت تجارب سيئة او بقى ديك الشيراسخ في الدهن وخايفة انها تولد طبيعي او خايفة على فتحة الميبل كيف ما اصبق لي ذكرت لكم في الموضوع اللي قبل التغيرات اللي كتوقع عندنا من بعد الولدة الطبيعية يعني كل وحدة وتيبقى هاتش شخصة ديالها وكينة ما عنداش مشكل بغا تحمل و بغا تتويل كيف نمشت الولدة مرحبا بها هدي ندوز لواحد الفئة وحدة اخرى اللي هما الفئة ديال الخوافات واحد الخوافات كينين وحدة تواصلت معايا في الانستغرام يمكن في اللايف اللي كونت دايرا ارى لاخواتي لك مودة بتيشاهدوني غادي اقلوا عليها وربما حتى هي تتشاهدنا كنحييهم هاد المينبر قلت لي انا متزووش ولكن خايفة بزف 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 من الحامل في كل مرة تتفكر انها تحملك تخاف بزف اني دخلت الواحد الوسواس قهري ديال الحمالة وكتبقى تهيئ اونا شي افكار وهاتش در لها مشكل مع الزوج ديالها وما كينةش غير وحدة ولا جوج ولا ثلاثة ما ننسوش انه كينة وحدة اخرى دير السيدات اللي كي يعاني ومن تشنج المهبالي من بعد الزواج كتلقينها عام وعام عين ست شهر سبع شهر كل وحدة وش حال وما زال ما كينش وحد العلاقة حميمية سليمة لانك تعانيها دره مشكل يمكن كنسب قليل هدرت عليه في القناة حتى هاد المشكل كي اعطل وكي اخر الولدة او الحمالة بصفتين عامة هاد الفئة يلخوافات ويتنقول لكم غير قولوا لي عاش تتخافوا منين تينا كتخافي علاش تزوجتي الزواج راه موراه الحمالة موراه موراه امبوسيبل تبقى يراسك فراس راجلك الا الا قدر الله وماشا افعل الى ربي يكتب او الى ربي ما بغاش يطينا واحد واحد الحمل ما بغناش نحملوتي يكون المشاكل المهم كل وحدة والظروف ديالها انا كننظر مع السيدات اللي ما عندها حتى شي مشكل عندها المشكلة للخوف كنتمنى انكم تبقلوا هذه الفكرة انكم تحاولوا تقلبوا غير على المصائح والطاقة الايجابية ديال هاد المواضيع ديال حمل الولادة باش تبقلوا الفكرة ديالكم راه ديال اعلام متنموسوش بيه اللي جاءت الموت مرحبا بها راه تقول لك مهم واحد الماتب اللي الموت كينا والسبب التعدد معرفش كيف شكي تقولوا فيه المهم على اي انغير بغيت نوصلكم المعلومات ماذا نخاف بالعكس خاصني هادك الحمل نعيش بواحد الفرحة كبيرة ستنفينمو هادك راه ماشي مشكلة اللي بغيت نقول لكم بالحمالة والولدة وهذا الشي كامل اللي كي رافقنا مع هاد الريحلات ديال الحمل هو ستنفينمو هادث نحاولو نساعد دولو نحاولو نوجد دولو نحاولو نعيشوه بواحد الاحساس جميل مع الزوج مع الاهل ما يبقاش واحد دكرة سيئة في الدهن ديالنا كل ما تفكرنا واحد نهار كنت حملة واحد نهار ولد نهار ولد نهار ولد نهار درت السابع هادش كله بغيت يبقى في الدهن ديالكم دكرة مزيئة ونه شاء الله الرحمن الرحيم اذا كان الموضوع جاي اليوم مع الأمهان مع متزوجات الجدود اللي غادي نعرفهم في هذا الفيديو طبيعيه الولد القيصري الولد القيصري اقدرنا على موانيع الحمل من بعد الزوج مباشرة على الخوافات اللي تنتمنى انكم ما تفكروا خوافات تدخلوا في الشجاعة وسبتلوا الفكرة ديالكم صراحة ان كان عدة نصائح عدة نصائح بزف بزف قبل ما نحمله متزوجات الجدود تنذكركم باش تديروا التحاليل الطيبية قبل الحمل وتاخدوا العسيد فوليك حمد الفوليك قبل الحمل جد مهم على الاقل ناخدوا ثلاث شهور قبل ما نحمل وكان فيها اخرى تزوجات بوحد المدة طويلة ومازال ما كتبش الله بالرغم انهم تبعين على قطباء وديرين بالسفد الفحوصات الا مازال ربي ما كتبش نطلب الله في التعليقات ربي سهل ويفك حزام كل سيدة بالمثال الدريجة المغربية يا ربي تفك حزام كل واحدة يا ربي تطاكم اللي فيها الخير كانت مننا من لاحظة واحدة ما تتحرم من تجربة الاحساس ديال الامومة لان احساس جميل جدا واحد احساس صعيب نوصفه احساس كنحسوه ولكن صعيب نوصفه ونديرو له الدسكريبسيون كان هذا هو الموضوع ديال اليوم نصائح بصفتين عاما المتزوجات الجدود توكلوا اللهم يكون يا الخير ونركز على انكم تمشيوا ودروا الفحوصات الطيبية الاولى مع الزوج ديالكم ما تحمليش المسئولية بوحدك ما تمشيش غير بوحدك هاتشي مصلحتكم بجوج لان دائما تنعرفوا غير المرة اللي خاصة تمشي الدوز مشيتي الا ما زال جيتي الا ما زال درتي التحاليل والراجل تيكون ناسي راسو او كاين واحد الرجال اللي قتليه وما يمشيش الطبيب وما يمشيش يدوز بهذه الطاغم ما تيحملش حاجة عندها علاقة بهذا الشي او لا مراضي شو يقولك لا انا ما في يوالو وتتدوز السنين وتتدوز الاعوام وذلك المرامس كناكات عيامة تدوز وما تقلب وما تشوف ما عند التشي مشكلة نهارتي هديه الله او كي يديو هبز منه تتلقوا باللي هو اللي عنده المشكل وكي يتم العلاج ديك المشكل دابا الحمد لله كيف ما قلتلكم تصور ما كي يبقى مشاكلة كثيرة يكفي ان شاء الله غير رفو حوصات وتشوفوا الطباب اللي خاتكم تتبعوا عندو كين اطباء مختصين في العقم وبثاف ديال الامور كانت مننام الله هاد المشكل ما تعنيو شاي منه وحتى اللي كتب عليها الله غادي تحمل بإذن الله من بعد هاد الشي كل اللي غادي تدير انتمنى الله فيديو تكون عجباتكم نخليكم على خير وبي خير ونشوفكم في موضوعين جديد بإذن الله تلاف راسكم بزاف بزاف وتنحمق عليكم باي باي مع سلامة